أكثر الفئات يعني تعرضاً للإصابة بهذا المتحور وإزاي أوفر لها الحماية اللازمة خصوصاً ما بين الأطفال أو كبار السن؟ طيب هو مش بس الأطفال وكبار السن إحنا طبعاً يعني نقول فوق سن 65 سنة تحت سن 12 سنة دي الفئات العمرية الأكثر عرضة إيه كمان؟ المرضى اللي مناعتهم ضعيفة اللي بيقضوا أدوية مطبطة للمناع زي مرضى الأمراض المناعية المزمنة المرضى اللي عاملين زرع للكلة أو للكبد مرضى الأورام اللي بياخدوا عليك كيميائي أو ريديو ترابي فنتيجة للمناعة الضعيفة احتماليات الإصابة أكبر طيب إزاي بنمنع التطعيمات اللي فاتت اللي إحنا كنا أخدناها قبل كده دي بتدي مناعة وده نتيجة يعني الكلام ده وده كلام تقارير الـ WHO اللي قالت وريسنتلي إنه هو التطعيمات اللي إحنا أخدناها وخصوصاً البوستر دوزيس بتدي مناعة ضد المتحورات الجديدة مستمرة بقاليها مدى زمني كبير يعني بوجود بوستر دوزيس أو اللي هي الجرعات التنشطية تعزيزية الجرعات التنشطية لكل فترة آه طبعاً بتساعد قدرة الجسم على مقاومة المرض التطعيم مش بيمنع حدوث المرض التطعيم فايدته إنه هو يمنع حدوث تطور المرض الأعراض الشديدة فترة دخول المستشفى إمكانية الدخول للرعاية المركزة وطبعاً بيقلل إمكانية حدوث الوفاء فدي فايدة التطعيمات مش الغرض من التطعيم ما احنا كلنا بناخد تطعيم الأنفلوانزا كل سيزن وبيجينا أنفلوانزا فمش الغرض من التطعيم إنه إحنا ما يجيناش المرض الغرض إنه إحنا نحمي نفسنا على قدر الإمكان من أعراض المرض فالتطعيمات التباعة طبعاً الأماكن المزدحمة في أماكن مزدحمة قوي لازم نلبس ماسكات إحنا مش نقول نلبس ماسكات في كل حتة بس في العمرة في المطارات لازم الأماكن اللي فيها جنسيات متعددة ناس جاية من سفر إعداد كبيرة تزاحم شديد لازم طبعاً نبقى لابسين ماسكات